السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم في مادة صرف وتحويل وهو دعم سنوي عام سنتطرق خلال هذه الحصة للفعل المبني للمجهول في زمن الماضي والمدارع الهدف التعلمي أن يستثمر المتعلم بطريقة سليمة ما اكتسبه من ضواهر لغوية إذن رأينا في حصة سابقة الفعل المبني للمجهول في زمن الماضي والمدارع وخلال هذه الحصة سنتطرق إليهما معا إذن للتعرف أكثر نمر إلى المثال إذن لاحظوا معي الجملة الأولى تتكون هذه الجملة من فعل وفاعل ومفعول به إذن في زمن الماضي حضرت الأم الطعامة إذن لاحظوا معي عندما بني هذا الفعل المجهول لاحظوا التغيير الذي ترأى عليه حدف الفاعل ونابع عنه المفعول به إذن حضرت طعامه ولاحظوا التغيير أيضا الذي ترأى على الفعل بضم أوله وكسر ما قبله آخره نمر إلى الجملة الثانية باع الفلاح المحصولة إذن هذه الجملة أيضا في زمن الماضي تتكون من فعل وفاعل ومفعول به عندما بني الفعل المجهول لاحظوا التغيير الذي ترأى عليه بيع لمحصوله إذن نابع المفعول به عن الفاعل وأصبح نائب الفاعل الجملة الثالثة ارتدى الولد المعطفة أيضا هذه الجملة في زمن الماضي لاحظوا التغيير أرتدية لمعطفة إذن بضم أوله وكسر ما قبل آخره ونابع عن الفاعل المفعول به الجملة الرابعة لاحظوا هذه الجملة في زمن المضارع يكتشف الباحث الآثار وتتكون من فعل وفاعل ومفعول به إذن عندما بني الفعل المجهول لاحظوا التغيير الذي ترأى عليه بضم أوله وفتح ما قبل آخره حدف الفاعل ونابع عنه المفعول به وأصبح تكتشف الآثار الجملة الخامسة يستعمل الأستاذ الحاسوب إذن أيضا تتكون الجملة من فعل وفاعل ومفعول به وعندما بني الفعل للمجهول حدف الفاعل ونابع عنه المفعول به وبالنسبة للفعل بضم أوله وفتح ما قبل آخره يستعمل الحاسوب نمرض الآن إلى الجملة الأخيرة يكرم الأب الضيف أيضا في زمني المضارع لاحظوا التغيير الذي ترأى عليه عندما بني المجهول يكرم الضيف إذن حدف الفاعل ونابع عنه المفعول به لذلك نسميه نائب الفاعل إذن قلنا أن الفعل الماضي المبني للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره بينما في المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره إذن للتعرف أكثر المرجو منكم واردوجوه إلى الكتاب المدرسي ومراجعة القاعدة وشكرا لكم